اشتركوا في القناة من 116 ألف مصوت فقط يعني النسبة طبيعية يعني متوقع أنه السواد الأعظم من الناس مش متوقعة يعني مش مستوعبة الرقم اللي صار احنا ليش مش مستوعبين لأنه احنا في عنا نظام توجيهي لم يحدث في تاريخ التوجيه لم يحدث في تاريخه أنه طلبة حصلوا على معدل 100% لا بالعكس بدي أحكي لك شغلة ارجع للسنوات من 2010 فما قبل وفترة من 2013 و2014 و2015 و16 أعتقد هذه الفترة حتى 99 كان يجيب واحد أو ما يجيب حدا يعني حتى 99 كان الأول مملك يجيب 8.5.6 يعني بمعنى أنه القصة مش قصة زي ما يعني انحكى بالتبريرات أنه مادة التعبير العربي والإنجليزي لا لا في الطالب كان ينقص 7 و 8 و 9 و 10 عالمات فيزيو ورياضيات وإنجليزي وإلى آخره يعني فهمت كيف فبالتالي القصة عشان نفهم الموضوع أنه إحنا صار فيه قفز كبيرة في النتائج هاي بتستوقفنا هل هاي النتائج تعكس قفز كبيرة في العملية التعليمية يعني هل تستطيع وزارة تحكي لي أنه أنا كوزارة بدي أقرأ نتائج صح؟ وأقارنها بسنوات سابقة هل الوزارة تقدر تحكي لي أنه أنا السنة حققت إنجاز كبير بإني حققت قفز كبير في العملية التربوية والتعليمية وبالتالي إنه إحنا حققنا إنجاز مهم هذا الحكي ما صار يعني الوزارة لا تستطيع ولا تجرؤ أنها تحكي لي أن أنا حققت هذا الإنجاز يعني خلنفهم الأمور في سياقة الفكرة الأساسية اللي عنا إنه الوزارة في عنا جائحة ظرف كثير صعب وكثير صعب على العالم بأكمل وأنا يعني يسجل لوزارة التربية إنها استطاعت أن تمر بهذا العام يعني بسلاسة إلى حد كبير رغم بعض التحفظات هون أو هون ولكن في الآخر إحنا عملنا تعلم عن بعد مقبول إلى حد ما إلى حد ما ولكنه أنجز وحققنا وطلعنا بالنتائج توجيه ولكن فيه كمان في المقابل بدنا نحكي أنه إحنا لسنا ألمانيا أو إيطاليا أو السعودية أو الكويت بالأعداد الكبيرة من الإصابات اللي لا سمح الله اللي عنا إحنا ما عنا جائحة أصابتنا إحنا استطعنا حماية أنفسنا مبكرا ودليل على هيك أنت حضرتك أستاذ محمد تعي جيد أنه إنت عندك قدم 170 ألف طالب لامتحانات وكان فيه احتكاك مباشر بينهم وبين بعض خارج القاعات واللي بيشوف كان يمر من القاعات الانتحان يشوف كديش فيه احتكاك بين الطلاب لم تسجل إصابة واحدة بالقلناة ولله الحمد وهذا إنجاز والوزارة حكت أنه لم تسجل حالة واحدة ارتفاع درجة حرارة